تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمي تمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 495 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 162 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 116 طن كما تم ضبط 10 أطنان أسمنت في مجال البيع بأزيادة من السعر الرسمي لمواد البناء أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط قرابة 36 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 725 قضية من بينها 265 قضية خبز ناقص الوزن و227 قضية خبز غير مطابق للمواصفات فيما تم ضبط 29 قضية بمضبطات بلغت قرابة 247 طن في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير موسيقى